اشتركوا في القناة اذا راح نتحدث عن مانغا Captain Subasa Golden 23 الاحداث متقدمة جدا عن المانغات الباقية وعن الانمي متقدمة بكثير عن الانمي وقررت ان شاء الله من هنا راح ننطلق من هذه المانغا الى المانغا الاخيرة المستمرة حاليا اللي هي Rising Sun الشمس المشرق وبخصوص سلاسل من هو هيوغا كوجر وسلسلة طريق Subasa الى الاحتراف فراح ان شاء الله من لما يوصلون الى الاحداث هنا في Golden 23 راح نوقفها ونخلصها ان شاء الله اذا خلونا نبدأ في مانغا Golden 23 ها نحن هنا الان في قبل كأس العالم في المانيا وهدف اليابان هنا ان يكون من ضمن افضل ثمان فرق في العالم وهنا في ملعب اليانز ارينا تبدأ المباراة الودية بين المانيا واليابان قبل نهاية الشوطة الاول اليابان هنا متأخرا بهدفين وها هو المدرب زيكو يجري تغييرات في الفريق يخرج نكامورا شنسكي وناكاتا والحارس كواغوتي يخرجوا ويدخلون بدلهم ذكريات نانكتسكا ها هم ابطالنا سباسا ميساكي وكباشي ها هم ظهروا في الملعب اخيرا الثنائي الذهبي ميساكي وسباسا اصبح ابطالنا الان واحد عشرين سنة وها هم يمثلون المنتخب الياباني يقول سباسا هنا ها انا امثل المنتخب الياباني يجب ان اقاتل هنا وميساكي هنا يردد نفس الكلمات وهو مفتخرا بقميس منتخب الياباني ويقول هنا وكباشي انا الان ممثل المنتخب الياباني لن ادعهم يسجلون اي هدف ومن هنا في الجهة المقابلة في الملعب من المنتخب الالماني يقف لاعب ذو الرقم ادى 11 من هو ياترة ميساكي ووكباشي واخيرا وصلتم هنا اذا قبل كأس العالم في المانيا هذه هي قوة المكينة الالمانية يسجلون فيها هدفين في الشوط الاول وقبل بداية الشوط الثاني نذكركم انه سجله الهدفين هو كارل هانز شنايدر طبعا من خلف شنايدر هنا يظهر هيرمن كاتس ويقول الفضل يعود الي ايضا في قوة منتخب المانيا وفي المدرجات هنا ها هنا حملة منتخب الياباني ويشجعون فيها سباسة وينطلق الشوط الثاني مباشرة بهجمة من المنتخب الياباني ولكن هنا هيرمن كاتس يخطف الكرة ويعرقل اللاعب مباشرة ويأخذ الكرة ويمررها الى شنايدر ها هو شنايدر هنا يستعد للتسجيل في تسجيل الهدف الثالث هل راح يقدر يسجل الهدف الثالث ولكن شنايدر هنا يفاجئنا ويمررها الى اليسار الى اللاعب الجديد للمنتخب الالماني شيوال تايجر بران 21 سنة ويلعب في نادي دورتموند الالماني ولكن هنا قبل ان تصل الكرة الى تايجر براند ها هو سباسة يقطع الكرة ويأخذها وهنا يقول سباسة انا لم اجلس في دكة الاحتياط من اجل لا شيء ويمررها سباسة مباشرة الى ميساك وها هو قد بدأ الثنائي الذهبي في الهجوم انها هجمة مرتدة من المنتخب الياباني هنا ملاحظة رائعة من شنايدر وهو مندهش من ان تمريرات سباسة وميساكي اصبحت اسرع كثيرا عندي قبل وها هي اخيرا التسديد المزدوجة بين سباسة وميساكي وتدخل فيها المرمى في الشباك مباشرة واخيرا الهدف الاول من المنتخب الياباني نذكر ان حارس منتخب المانيا ليسه مولر فهو أوليفر هان وتم تسجيل الهدف الاول من قبل سباسة وميساكي اذا من هنا راح نتوقف في فصل صفر من كابتن سباسة بيكون الفصل صفر الجزء الاول من مانغا كابتن سباسة جولدين 23 اذا عجبكم المقطع لا تنسونا من اللايك ونشر القناة والاستراك في امان الله اشتركوا في القناة